السلام عليكم و اهلا بكم اللهم اغفر الام ورحمه برحمتك ارحم الرحمين وسائر المسلمين و اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر اهلنا في فلسطين و يحفظ اقصانه المبارك هل سرق المسلمون قبة الصخرة من كنيسة بعلبك ايوه الابة اللي موجودة في مسجد قبة الصخرة الابة الذهبية اللي كلنا عارفينها هل سرقها المسلمون من كنيسة بعلبك لو عايز اعرف الاجابة على السؤال ده يبقى لازم تتابع الحلقة دي و لا تنسى اشترك في القناة و الاعجاب بالحلقة لمزيدنا الانشار و انا اشتراها على الفيسبوك اللي انا بالمناسبة سيتم اقول لجمش بقى ان انا واخد حظر منه على الاكاونت الاساسي والاكاونت الاحتياطي ده ناس ابنتيب ده يضربني بالطيران اله يولع و لو قدرت ادعم القناة من خلال لينك بتريون حتى ايه تحت في وصف الفيديو حالة اللي فات كنا ردينا فيها على سؤال المتصهينة هل المسجد الاقصى في فلسطين ام في الطريق الى الطائف و اللي كان طرح الصهيوني مردخاي قدار استاذ التاريخ الاسلامي الجميع ببار الان في فلسطين المحتلة و طبعا الصهينات والعرب خدوا هذه التويتر و خلوا هذه الفيديوهات و بدأ انهم ينتشر بها كالنار في الهاشيم بغية يعني في تشكيك المسلمين في دنهم لان يا جماعة قضية الاقصى هي قضية دين ليست قضية ارض ولا قضية فقط عرض بل قضية دين طيب دلوقتي هنقضى على سؤالهم الثاني اللي طرحوا برضو مردخاي قدار و كالعادة يعني مش جديد صهينات العرب لم يترددوا في نشر السؤال السؤال كان بيقول ثواني بس كده جماعة حط منديل عشان بقرف من رحيتهم اوي المهم الصهيوني مردخاي قدار يعني كان بيقول حسب المؤرخ ابن البطريق اللي اتولت في 263 هجريا وتوفى 328 هجريا قبة الصخرة اخذها او نهبها بني امية من كنيسة مسيحية في بعلبك هل يسمح هذا؟ ده على اساس انهم مش نهبين ارض فلسطين وبيوت اهلنا هناك يخربت البجاح ده انتكالح وربنا ده انتكالح فعلا يعني مفيش خالص يعني؟ المهم فيقول ايه بقى هل تجوز الصلاة تحت سقف مسيحي؟ هل قبة الصخرة معلم اعماري اسلامي كما تدعي قناة الجزيرة؟ هل تؤمن بأحاديث بني امية التي قدست بيت المقدس على حساب مكة المكرمة؟ اوه لقد انتبتني القشارينة ماشي فيها جماعة كم نقطة كده بسيطة هنبدأ انعلق عليها ان القاتل بسيطة ده بتوضح ان مردخاي القدار ده يصلح كدليل لاثبات نظرية ان الانسان كان اصله رجل كنبة اه يعني ده نظرية عملتنا واثنين صحابي كنا عادي في ورشة نجرة كده في ساعة الصفة يعني المهم رجل الكنبة ده بيقول هل تجوز الصلاة تحت سقف مسيحي ده اللي هو ازاي يعني انا مش فاهم ده على اساس ان السقف لوديانا وقالك انا مسيحي يعني شوفت مثلا السقف جفال الشر ويصلب مثلا ولا يا حاجة ما هو لو هتقول على ان سقف مسيحي ممكن تقول على جازمة صهيوني احنا اسفين يا جازمة يعني ده غير انه اه يجوز الصلاة تحت سقف مسيحي ايه رأيك بل تجوز الصلاة اصلا في الكنائس نفسها لو كانت نظيفة وبعيدة عن التماثيل والصور والصلبان وما الى ذلك فاللي هو يعني خربت العتها ثانيا رجل الكنبة ده كمان كان بيقول هل تؤمن بأحديث بني امية التي قدست بيت المقدس على حساب مكة المكرمة شوف يا اخي شوف يا اخي هذا البتاع يعني قلبه ازاي على مكة المكرمة وقلبه ازاي عليكم يا مسلمين علشان ما تقدسوش يعني بيت المقدس على حساب مكة المكرمة لا يا مسلمين رجعوا الرشدكم يعني ابن التيد بيعز على العظيم ماشي النغمة دي يا جماعة بيدندن بيها وبيكررها بكثرة المتصاهينين العرب وده هبد من نوع فاخرية يعني اذا كان الاحاديث المذكورة فيها ما تم ذكره في القرآن الكريم هو ان القبلة تحولت من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام يبقى ازاي بقى الاحاديث اللي هي قالت كده برضو اللي هو موسط القرآن الكريم قدست بيت المقدس على حساب مكة المكرمة في حين ان القبلة تحولت من بيت المقدس الى مكة المكرمة دا لو كان عندهم يعني ببريس عقلي كده كان المفروض يقولوا ادي الاحاديث ايه بتقدس المسجد الحرام على المسجد الاقصى غير ان انا لازم اكد ان كلاهما مقدس وكلاهما مبارك وكلاهما له حرمة ولكن برض يعني على عد عقول الله ليه مش موجودة اساسا كمان الاحاديث يا جماعة تعالوا نشوف المذكور فيها بتقول ايه؟ تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في ما سوى الا المسجد الحرام يعني افضل الصلاوات بيكون في المسجد الحرام وهي بمائة الف صلاة والصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى مروي انها بامتين وخمسين صلاة او خمسمائة صلاة او خمسين الف صلاة يعني على النصف من الصلاة في المسجد الحرام فبرضو الاحاديث لم تقدس المسجد الاقصى على حساب المسجد الحرام لان المسجد الحرام فيه خير الصلاة وده وفقا للأحاديث اللي هذا البتاع وصعينة العرب بيقولك أصل الأحاديث وضعها بني أمية علشان تقدس بيت المقدس على حساب الحرم المكي ده كلام لوزعي وده طبعا لا يعني إلا أنا لازم أأكد أن كلهما مقدس كلهما مبارك كلهما لا حرمة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية بغير أن المتصاينة اللي بيرددوا الكلام ده كل اعتماده ما جمع على الآتي على حديث واحد بس يعني إلا هو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وبيقولوا إن من ضمن رواة هذه الرواية بقى الزهري والزهري ده كان له علاقة ببني أمية فإيه بقى يبقى الزهري ها خب بالك بقى وضع الحديث ده وعشان بقى يكافئ بني أمية ويقدس المسجد الأقصى المبارك مش مذكور في القرآن الكريم ومذكور أن له بركة والله سبحانه وتعالى بركة معلنا متصهينا يا جماعة مفيش هنا خالص يعني رغم إن الحديث ده أساسا ما فيوش أي تقديس للمسجد الأقصى على حساب المسجد الحرام لأن المسجد الحرام مذكور أولا ده غير برضو إني لازم أقول أن كلهما مقدس وكلهما مبارك وكلهما له حرمة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية لكن يا جماعة هذا الحديث خصيصا موجود في كتب السنة بكثرة وبطرق كثيرة قد تصل لحد التواتر ومروي برضو عن غير الزهري يعني لو كانت مشكلتهم في الزهري فعالي والله موجود في كتب السنة من طرق كثيرة جدا غير الزهري الحديث مثلا في البخاري أتى عن طريق أبي سعيدين الخضري من غير طريق الزهري عندك الإمام مسلم روايا من ثلاث طرق من ضلهم طريقين من غير طريق الزهري إذن كلامهم ده كلام فانكوش نجي بقى للهبدة كبيرة للهبدة كبيرة هو قول رجل الكنبة ده الصهيوني اللي بيرد الكلامه برضو متصينة حسب المؤرخ ابن البطريق اللي تولى في 263 جريا وتوفى 328 جريا قبة الصخرة أخذها أو نهبها بنو أمية من كنيسة مسيحية في بعلبك شوفي آخي مين بيكلمك عن السلب والنهب الصهيوني اللي توراته الحالية بتقول في سفر يشوع وكل غنيمة تلك المدن والبهائمة نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم ماذا تقول؟ نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادهم لم يبقوا نسمة إجرام وإبادة ونهب فعادي يعني لو عايز تقول أن بنو أمية نهبوا قبة الصخرة من كنيسة مسيحية حسب زعمك وزعم المتصهين العرب فاعتبرهم برضو بيطبقوا تعليم كتابك مش محتاجة يعني كتابك برضو اللي كان بيقول بل تطلب كل امرأة من جاريتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابة وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين ماذا يقول؟ فتسلبون المصريين سلبوا نهبه ويجي وقال لك أسلبانه ما هي نهبه مش عارب إيه خربت الكلاحة فسدق اللي قال إن الصهيوني يلهيك واللي فيه يجيبوا فيك فالنهب له ناسه وإنته أساسه سيكز للكلام حكم التكاتج دي يعني المهم يا جماعة تعالوا بالنسبة للزعم اللي زعموا الرجل الكنبة ده وقصوا علينة العرب إن ابن البطريق قال ببن وقمية لحبوا قبة الصخرة من كنيسة بعلبك هل هذا الكلام صحيح أو ثابت تاريخيا أصلا؟ خلينا نقول كده أولين يا جماعة إن ابن البطريق ده اسمه سعيد ابن البطريق وهو مؤرخ مسيحي وكان بطريار كان للإسكندرية فشهادته أصلا بطلة لغير ابن البطريق ده يا جماعة كمان بيقول إيه؟ بيقول إن الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد ما أخذ قبة الصخرة حسب زعمه يعني من كنيسة بعلبك وحطها فوق مسجد قبة الصخرة بيقول إن الوليد بن عبد الملك أمر الناس إنها تحج للصخرة وده يدول يا جماعة لأنه لا يفقى شيء عن الإسلام وعن المسلمين ولا حتى في التاريخ لأن لم يثبت أصلا أن أحد من المسلمين حج لهذه الصخرة ولم يثبت أن أحد من المسلمين مثلا اعترد وقال أوه إزاي نحج القبة الصخرة ومفيش أمر في الإسلام يأمرنا بكده ده غيرنا عداء عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك بن مروان واللي كانوا موجودين ناحية مكة وما إلى ذلك لم يشيعوا أن عبد الملك بن مروان فعل ذلك لأن دي حكون حجة ليهم ولهم يا جماعة لحقوا ده الحج اللي كان موجود عندنا في مكة هو قال لك رأى روح حجوا بقى في بيت المقدس وعند الصخرة فده جماعة يتضح أنه كلام لا يمت للعقل بصلة ولا يوت حتى سند لهذا الكلام فغير أن رجل الكنب الصيوني ده كمان كاتب ايه؟ كاتب أن ابن البطريق ده اتولد سنة 263 هجريا والمتصاهية بقى بيردده الكلام ده بدون فهم ما هو يا جاه باز منك له؟ يا جاه قد نتعلمك والله العزيم حجز غنانة كده يعني عبرة يعني كده مش هتخسر حاجة يعني إن ابن البطريق نفسه بيقولك إن اللي قلع قبة الصخرة من كنيسة بعلبك هو الوليد ابن عبد الملك ابن مرواندا والوليد ابن عبد الملك ابن مرواندا أصلا اتولد سنة 50 هجريا ومسجد قبة الصخرة تم بناءه من عام 68 هجريا ل 72 هجريا حلو حلو طيب إزاي بقى ابن البطريق اللي اتولد في 263 هجريا يكتب عن حدث بناء قبة الصخرة اللي تم سنة 72 هجريا يعني الفرق ما بينهم 191 سنة يديني عقلك يعني ابن البطريق بيكتب عن حدث حصل قبل ميلاده أساسا ب191 سنة طيب هل في حد قبل ابن البطريق قال هذا الكلام بتيتا 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 اطلاقا مفيش فهل ابن البطريق ده بيوحقي لي مثلا عشان يقول معلومة لوزعي حاجة زي كده يعني ولا هو تصريع جدعانة مني كده وخلاص ده غير كمان يا جماعة ان قبة الصخرة نفسها ليست قبة واحدة بل قبتين واحدة خشبية وهي القبة الداخلية والاخرى هي القبة الخارجية وبينهم كمان فراغ والفراغ ده كمان فيه سلم تقدر تصعد به للقمة عند الهلاد وفوق القبة الخارجية دي تم وضع الالواح اللي هي لونها دعبي فكل التفاصيل دي بتؤكد على ان القبة تم تصميمها وبناءها بهذا الشكل وفي هذا المكان خصيصا ما هو مش يجيب قبة خشب وبعدين فيه قبة تاني وفيه ما بينهم فراغ وبعدين تحط الواح وتجي تقول ده كل ده مسروق لا اكيد ده تصميم اتعمل علشان يتحط في المكان ده خصيصا لان مش ممكن يعني هتروح لكنيسة بعلبك عشان تسرق قبتين فوق بعض وما بينهم فاصل والفاصل فيه سلم وبالاحجام دي كلها وتروح تحطها في بيت المقدس والكلام ده بالمناسبة مصدروا كتاب التحليل المعماري والهندسي لقبة الصخرة المشرفة واقصى ما قاله المستشرقين اللي المفترض بينهم ما فحصوا قبة الصخرة وتكلموا عن بناءها مستشرقين مش مسلمين والله يعني المهم كانوا بيقولوا ايه عندك مثلا ريشموند اللي قال ان مواد البناء بتاعة مسجد قبة الصخرة كانت متوفرة في القدس بسبب الكنائس اللي هدمها الفرس عند احتلالها للقدس عام 614 للميلاد طب ايه معنى كلام ريشموند ده؟ معنى كلامه ان المسلمين ولا هما خادوا القبة من كنيسة بعلبك ولا غيره ده الكلام ده في حجة ضد الكلام ده اصلا ده بيقولك ان مواد البناء ده اصلا كانت متوفرة في القدس وكمان بيقولك لو انت شايف ان مواد البناء ده لم تكن يعني شائعة في بيت المقدس في هذا الوقت فأيقولك هذا الامر عادي جدا جدا لان الفرس لما دخلوا في عام 614 للميلاد هدموا كنائس كانت مبنية على التراز البيزنطي ومش عارف مين وكده فبيقولك عادي هدي الركام ده المسلمين اخدوه وبنوا منه مرة تانية قبة الصخرة فغض النظر عن صدق او عدم صدق هذا الكلام الا ان هذا الكلام ضد ما يردده الصين طيب تعالوا نشوف المستشرق ايضا كروزويل اللي قال ان اللي بنى قبة الصخرة استفاد من قياسات قبة كنيسة القيامة وده برضو بيؤكد على ان ادي مستشرقه وليس والله مش مسلم يعني بيقولك ان قبة الصخرة دي تم بنائها وتم تأسيسها ولكن خدوا بعض القياسات اللي كانت موجودة في قبة كنيسة القيامة وعملوا من هذه القياسات يعني عملوا ايه حاجة على مثل هذه القياسات فده يدل على ان قبة الصخرة تم بنائها خصيصا في هذا المكان ولم تنهب من كنيسة بعلبك زي ما بيقول رجل كنبه ده ومن شايعه من متصاينة العرب حتى المؤرخ اللي هو مؤرخ الكورسي الانطاقي ففا دوبلوس استاذ التاريخ في جماعة اتينا بيقول في كتابه تاريخ كنيسة انطاقية صباح 550 بيقول ان الروم الذين غلبوا على امرهم في بناء هذه المساجد صنعوها على شكل كنيسة بيزنطية ملوكية مع قبة عالية بحيث كانت تظهر من الخارج وكأنها كنيسة مسيحية يعني برضو بيؤكد ان تم بناء قبة الصخرة خصيصا في هذا المكان ولم تنهب من كنيسة بعلبك لكن كل اللي هو بيقوله بيقول ان اللي بناها في هذا المكان خصيصا يعني كان عمال من الروم وده حتى لو تم اثباته برضو مفيش في اي مشاكل ان يكون اللي بناها من الروم من غير الروم من اي بتنجان الكلام برضو مش فارق فحتى كتب المستشرقين زي ما شفنا برضو ما قالوش الهبد اللي قالو ابن البطريق بدون دليل ونقلوا فرح بين المتصاينين زي البغبغانات ده غير ان احنا جماعة لو شفنا قبة النسر اللي هي موجودة فين في المسجد الانوي الكبير اللي بناها مين اللي بناها برضو الوليد ابن عبد الملك حتلاقيها بتشبه لحد كبير نفس شكل قبة الصخرة اللي بناها برضو مين الوليد ابن عبد الملك وبالمناسبة يا جماعة الاصح والاثبت تاريخيا ان اللي بنا قبة الصخرة هو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان وليس عبد الملك ابن مروان نفسه كما هو شاءه ففي النهاية يا جماعة ينتضح ان الصهيوني مردخاي قدار فشل في الاتيام بدليل ان المسلمين نهبوا قبة الصخرة من كنيسة بعلبك وكمان فشل في ان يصبح كدليل في ان الانسان كان اصله رجل كنبة وده طبعا مش علشان احنا فشلنا ان احنا نثبت ان مردخاي ده كان رجل كنبة لأ ده علشان احنا فشلنا نثبت ان هو وامثاله من الانسان خلص الحلقة نساش لايك الجميل بس لايك الوحش تحليقاتك الجميلة تقدر تدعم بلينك البتريون تحت في وصف الفيديو نساش تدعي المسجد الاقصى واهلنا في فلسطين تدعي الام برحمة مغفرة بيدعي لي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته